دائما في الكسال تضغط على الزر الايمن فلاصوري كي يدل ظهور القائمة اللي كتوفر على بعض الخصائص اللي كنتستعملوا بكثرة ولي مهمين في الوريبان عدنا من الجموعة من الأزرار اللي كتمكننا توصلوا لعدد كبير من الخصائص مثلا نفترضو بغينا نبدلو للميزون فرم ديال هاد العناسر يكفي نختاروها ومن بعد نضغطو على الزر الايمن فلاصوري وهكذا كتظهر لنا هاد القائمة اللي كتضمن بعض الكوموند ولي كتعتبر مهمة بحيث كتستعمل بكثرة ايضا هنا الفوق كتظهر عندنا هاد القائمة اللي كتوفر على بعض الكوموند اللي كتلقوه في لانجلي اكوي واللي يمكننا نستعملو مثلا نبغينا نبدلو اللون بالنسبة لهاد العناسر يكفي نضغطو على هاد الزر او لما مثلا نبغينا نردوهم انقر كيف ما كتلاحضو ومباشرة من اللي كنضغطو في مكان اخر كتختفي هاد القائمة اما بالنسبة لكنا في لغيبون وانتقلنا اللانجلي اكوي ومنبعد لكوموند بيوس فإلى ضغطنا على الزر ليمن فلاصوري كتظهرنا اختيارات كتهم الزر في حد داتو وشنو يمكننا نقومو به الان لضغطنا على الزر ليمن بعد ما نختارو العامو التالي فكتلاحضو ان الكوموند اللي كيدهرو هنا يمختلفين على الكوموند اللي كيدهرو إلى ضغطنا على الزر ليمن لاصوري على هاد الخانة وأيضا لانتقلنا لهاد السفاحات وضغطنا على الزر ليمن فأكيد كتظهرنا قائمة بالاختيارات مختلفة تماما إذن الضغط على الزر ليمن فلاصوري كيساعدنا بشكل كبير في الاستفادة من مجموعة من الاختيارات بشكل سريع مثلا بغيت نضيف عمود آخر هنا يكفي نضغط على الزر ليمن فلاصوري ونختار من هاد القائمة انسرسيون مباشرة كيتضاف عندي عمود للمكان اللي حدد إذن يمكننا نستفدو من اختيارات مختلفة بفضل الضغط على الزر ليمن فلاصوري وأكيد أي واحد منا بعض المرات كيحتاج لاستيعانة بميزة المساعدة اللي عدنا في الكسال فمثلا من اللي كانت تقلوا ما بين هاد الاختيارات في لغيبان كتظهرنا نافذة كتوفر على وصف سريع الاختيار اللي حددنا أيضا لمشينا الاختيار آخر مثلا هنا إفلانك ليدوني واختارنا الميزة التالية كتظهرنا هاد النافذة اللي كتوفر على وصف سريع وهنا لتحت عدنا أنصور بلوش ملي كانت ضغطو عليها كتفتح لنا نافذة المساعدة وهنا عدنا اختيارات أخرى لتحديد نوع المساعدة اللي بغينا إذن هاد المعلومات غتكون مهمة في حالة تحتاجينها أيضا هنا الفوق عدنا هاد العلامة للسفهام واللي كتدل على رمز المساعدة في الكسال واللي اختصار لوحة المفاتيح ديالها F1 لضغطنا عليها كتظهرنا نافذة المساعدة في الكسال وهنا يمكننا نبحثو على نوعية المساعدة اللي محتاجين أو لا نكتبوه هنا يا عبارة كتساعدنا على البحث بشكل سريع على الكوماند اللي محتاجين نستفسروا عليها مثلا نكتبنا هنا يا غراف بمجرد الضغط على أنتخي كي يظهر عندنا نافذة كتوفر على عدد كبير من المعلومات اللي ممكننا نستافدوا منها أيضا ملي كانت تعودوا على العمل مع الكسال فضروري غنوصلوا مستوى اللي غنولي ونطبقوا فيهم جموعة ملي كوماند فقط باستعمال اختصار لوحة المفاتيح مثلا لانتقلنا هنا يا لانجلي اكي فمثلا لابغينا نرضو النص ديالنا انغغا فيكفي نختاروه ونضغطوه لي على الزر غرا أو لا في لوحة المفاتيح نستعملو الزر كنتخول ج إلا بغينا نحولوه او نتاليك كنتخول اي وغير هر انختصارات لوحة المفاتيح إذا بمجرد ما كانت تقلما بين هادلي كوماند كدهروا عندنا النافذة كتوضحنا اختصار لوحة المفاتيح اللي كيناسب كل الزر احنا كنتواجدو فيه إذا لإكسل كيقدمنا خصائص كتيرة لكن أكيد مرفقة بمساعدة الإضاحة ومساعدة نفس تعملو بشكل بسيط